بعد اختيار الدكتور محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب حضرتك تقول بالتغريدة انه جهود ابو ري كان قلبة المعادلة انا اريد افهم شنو هاي الجهود ومع منه تحديدا اي طرف سياسي معين كان داعمكم باختيار المشهداني شوف المعادلة اللي صارت في انتخابات الجولة الثانية بين الدكتور محمود المشهداني والسيد سالم مطرعيساوي في الجولة الثانية عندما تقاربت الارقام اصلا حتى عبر سيد سالم بالارقام فمن اقول قلبة المعادلة اقصد هذه المعادلة وهذه المعادلة كان فيها اطراف من خارج البيت السني اكو كان مشروع لرسم مثلث معين احد اطراف رئيس البرلمان فكانت هناك جهة ترغب بوجود مثلا السيد سالم في رئاس البرلمان حتى يكتمل مثلث معين لا ادخل في تفاصيل لا ادخل في تفاصيل حتى توضح الفكرة للناس يعني حتى يكون هناك تلاؤم كبير بين رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان وانا برأيي ان هذا الاندماج او هذا النسق او التناغم بين رئاسة الوزراء وبين رئاسة البرلمان هو شيء غير صحيح بالعملية السياسية اذا داعم لسيد محمد الشاعر السوداني كان داعم لسيد سالم عيساوي اكيد هذا طبعا بخريحات النواب يجب ان يبقى دور البرلمان رقابي على الحكومة مو من الصحيح ان يصير بنفس الخط يعني رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان لا يجب ان يكون البرلمان رقيب على الحكومة على اداء الحكومة وليس تابع الى الحكومة تعرف ان البرلمان هي السلطة الاعلى في البلد السلطة التشريعية الاعلى في البلد فهذه جهود من قلتان جهود ابرايكان الرجل يعني حسب معلوماتي ليلة الاربعاء لحد الساعة 12 هو بلش بمحادثات اخرى يعني لما خلص اجتماع كتلة تقدم راح زار رئاسة الكتل وتبعت معهم وتناقش معهم وانطوه تعهدات خلصت الجولة الاولى مخالفة للتعهدات اللي صارت كون انه بعض النواب تصرف بشكل شخصي زين وانتخب بشكل شخصي دون يعني الرجوع لتوجيهات رؤساء الكتل فصار اكو اجراء معين اكو صار في التثبيت وهذا طبعا دليلة الاصوات الباطلة هناك من كتب محمود المشداني وصوره وبعدين شطب الورقة واعتبرت هذه اصوات باطلة اللي عددها 38 عدد كبير 38 صوت باطلة كلش كبيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة